بص يا سيدي، أنا هبدأها معاك من الأول يا ويلو، يا ويلو، الكوكب ده كله لما الأهلي بيخسر خسر الأهلي كاس السوبر الأفريقي وفجأة يتوحش من قبلها، من أول ما جاء مارسل كولارد، خسر من سانداونز وتوحش قعد شوية يتوحش وياخد كل البطولات ثم خسر من اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي يا ويلو، الكوكب ده لما يخسر، فأخذ كل البطولات بعدها خسر من الزمالك السوبر الأفريقي هب، سوبر مصري، هب، كأس القرات السلاس واللي جاي، انت تعرف تكمل ده الأهلي، دي طبيعة النادي الأهلي على مر التاريخ يفوز دائماً، ويبدو ان الخسائر او الانكسارات القليلة جداً هي الوقود اللي الأهلي بيشتغل به على مدار تاريخه هخسر مباراة؟ تب شوف اللي بعده هخسر بطولة؟ تب شوف اللي بعده مرعب النادي الأهلي حالة خصة جداً النادي الأهلي يبقى دائماً وأبداً النادي الأهلي معادلة صعبة على الجميع في مصر، في أفريقيا، في القرات السلاس أفريقيا وأسيا والأوكيانوسيا بطل نصف الكوكب بالنادي الأهلي النهاردة أعظم نادي في الكون حرفياً كل لعبته عظيمة كل منظومته عظيمة